تستحوذ على قنوات دي أم سي وبلغات جديدة ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أما في النصف الثاني من حلقة اليوم فنناقش أبعاد الرؤية المصرية لأحداث ليبيا على خلفية تصاعد القتال قلب العاصمة ترابوس تابعونا أزمة جديدة يواجهها مرتضى منصور النهاردة اتقدمت بلغات جديدة ضده بعد اعتداء تم تصويره بالفيديو على عضوتين بالنادي شمل اعتداء منصور بألفاظ بزيئة عليهم وضمنها قال حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يعمل لي حاجة الغريب أنه بعدها نشر فيديو تاني يهدد فيه أنه محدش يقدر يمسه أو يلفق له قضايا على حد قوله وأنه حتى لو مات سايب تسجيل خطير مع أولاده هيشكل مور كتير نشوف مقطع من كلامه ونرجع نبدأ نقاشته وما بخافش تاني ما بخافش تاني ما بخافش وانت هددت بمسؤولين كبير في الدولة ما بخافش وما بخافش وانتاني أنا ما بخافش هتقتلوني هتلفقوا له قضية ها أنا أعمل فيديو سايبه لأولاده هي خلص أقول الحقيقة أن أول فيديو تم نشره السابق الفيديو هو أنه كان فيديو للمشاجرة التي حصلت في النادي النهري لنادي الزمالك وهو كانت مشاجرة ما بين رئيس المستشار رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وما بين عضو الطين واحدة منهم عضوة في النادي والتانية أختها والحقيقة أننا بنشوف في بداية الفيديو تماما عشان اللي لمشاهش الفيديو أن مرتضى منصور غالبا بيرمي تريفون واحدة منهم كانت بتصور بيقول لها أنني بختيش إذن من أول بتصويري وبعد كده بتستمر المشاجرة وهي بتقول أنت لي رمية علبة السجاير بتاعتي وبيستمر الحوار كده لغاية لما بنوصل لنقطة أن مرتضى منصور بيبتدي يهددها أنها مش هتخرج من النادي وبتدي استخدم ألفاظ بذيئة في التعامل معها والستة بتبتدي تقول مرتضى منصور بتكلم واضح أنه في حد بيكلم حد تاني في التليفون مرتضى منصور بينادي الأمن عشان يعتدوا علينا والحقونا وإلى آخره من الخناعة التي تقريبا بتستمر في حدود عشر دقايق بنسمع فيها يعني كلام يعني لا يجب ذكره في قنوات التلفزيون على لسان المستشار مرتضى منصور بعد كده بنشوف الفيديو اللي احنا شوفنا هذا لأن الفيديو الآخر تم نشره في جريدة الوطن يعني كامل وطلع بعدها المستشار مرتضى منصور مواجه رسالة لجريدة الوطن وللجهة السياسية والجهاز الأمني اللي خلف جريدة الوطن على حد قوله هو أنه هو زي ما احنا ما شوفنا كده ما بيخافش وبيقول هتلف قولي قضية برضو ما بخافش هموت هتقتلوني حاجة زي كده يعني برضو ما بخافش أنا ما بخافش أنا سايب سيدي لأولادي هيفضح فيه ناس كتير وفي حالة تعرضي لأي خطر من أي نوع أولادي هيستخدموا السيدي دوان ضد ناس كبيرة في الدولة ده اللي بنفهمه من رسالة مرتضة منصور في الفيديو الأخير مع تفاصيل أخرى يعني الحقيقة ما حبش أذكرها متعلقة بالسيداتين والاتهمات خطيرة وجهة ليهم هو بيقول أن الاتهمات الخطيرة دي يمكن أن نحن أن هو يقدم دليل ضدها عن طريق كاميرا دي كانت موجودة في النادي لكن في النهاية يعني ما نقدرش أن نحن فعلا نتهم خاصة السيداتين معروفين يعني في الأعلام هو ذكرهم بالاسم وتم ذكر أسمائهم وأماكن عملهم في الصحف المصرية بعد كده بنعرف على الجانب الآخر من بعض الصحف المصرية أن السيداتين بالفعل طلبوا النجدة أثناء المشاجرة وأن النجدة ما وصلتش بعد كده كلموا حد تاني في الشرطة فقال لهم أصلا أنتوا طلبتوا نجلة القاهرة كان مقروض تطلوبوا الجيزة وإلى آخروا من هذا الحوار وفي النهاية السيداتين بتقول أن النجدة ما وصلتش وأنهم طلعوا بعد كده على اسم العجوزة وقدموا بلاغ ضد المستشار المرتضى منصور وحاولوا يكتبوا في البلاغ ويذكروا الإساءة اللي هو وجهها ليهم لكن على حد ما الصحف نشرت على لسانهم لكن الاسم رفض أنه هو يسجل الاتهامات والبداءات اللي تم توجيهها ليهم اللي المفروض أن أي حد فينا أصلا سمع الفيديو هيكون سمعها بودانه ومش محتاج أن هو يقراها في المحضر الموجود في الإساءة الحقيقة أن المشهد ده مشهد متكرر مشهد ما فيش حد في مصر أين كان موقعه وأين كان سنه ما شافش مشهد مشابه للمستشار المرتضى منصور وينضم إلينا من الدوحة صفوة حليم الناقد الرياضي أهلا بك معي أستاذ صفوة والسؤال يعني أكتر سؤال بيطرح إيه تفسير استمرار الظاهرة دي إيه تفسير استمرار أن المستشار المرتضى منصور اللي هو مفروض أنه هو رجل قانون ورجل أعلى بالقانون من أي حد فينا بيتكلم دلوقتي واللي هو في نفس الوقت رئيس أحد أكبر واحد من أكبر الأندية في مصر الأهلي والزمالك يعني رئيس النادي الزمالك إنه هو ما بين الفترة والتانية بيخرج علينا برضو بتصريحات منفلتة وإلى آخره من المجاهد المتكررة اللي أنا بقول ما فيهش حد في مصر ما حضرهاش في أي نقطة في الحياة إيه تفسير تكرار الظاهرة دي السلام عليكم وحضرك زي ما قلت سلمة إنه هو فعلا دي ظاهرة دي ظاهرة فعلا غريبة ومستمرة على الساحة المصرية بس الأغرب المرة دي أنا شخصيا عجبني تساؤل ضريف جدا لبعض الناس في تويتر مثلا تحديدا الناس بتقول هل تكون نهاية مرتضى منصور أو هل تكون نهاية هذه الظاهرة على إيد الستات أنا شخصيا أتحاكني هذا التساؤل لعل وعسى تكون دي يعني ظاهرة يعني تنتهي قريبا على الساحة المصرية لأنها فعلا التصرفات المرة دي غريبة جدا ويعني دائما تعودنا أن المرتضى منصور يدخل في يعني عراق أو في مشدات مع مسؤولين مع مشجعين مع رجال تحديدا يعني إنما المرة دي أن انت كشخص مسؤول رئيس نادي عضو برلمان شخص المفترض أنه هو يعني زيما كان في المجتمع يدخل في النقاش أو في مشدة أو في سباب بألفاز يعني سيئة جدا مع ستات وستات عضوات في النادي الزمالك يعني مش مثلا يعني ناس نقول أنهم يعني مثلا مستواهم إلى حد ما المفروض دي ناس محترمة تدخل معهم في سباب وتصرفات بالسلوك دوات ده فعلا تساؤلات غريبة يعني بس يعني عايزين نشوف بس هو ورده تساؤل آخر يعني طالما مرتضى منصور راجل قانون إحنا شفناه بيتكلم عن أن الناس دي المشدة اللي حصلت سبابها أن هما كان معاهم يعني مواد مخدرة أو شيء من هذا القبيل طيب أنت دلوقتي طالما أنت راجل قانون فين المواد المخدرة أو السجائر اللي هي اللي كان بقول عليها فيها يعني مخدرات أو شيء من هذا القبيل أنت ليه خدتها ترميها في الماء هو ذات نفسه بيقول أخدها رماها في الماء يعني طيب المفروض ده كون ده معك دليل أن أنت تثبت بأدلة يعني إدانة على الناس ديت يعني طبعا إحنا كالعادة إحنا بنشوفه أنه هو دايما بيحاول يوصل للناس أنه هو الشخص المثالي الشخص المحترم الشخص اللي بيدفع عن الحق وأنه هو الكويس وكل الناس وحشين وده طبعا يعني طبعا أنت راجل كويس ليه بنشوف دايما من بؤك يطلع أكزر الكلمات أكزر الشتائم يعني أفزع تصرفات يعني طبعا أنت بتدعي الفضيلة يعني إمتى إمتى هل يكون ده فعلا شيء موجود على أرض الواقع هل يكون مجرد كلمات بتقولها هل لو كان السيادتين الموجودين بالنادي بيرتكبوا أي فعل مخالف للقانون أي أن كان يعني بغض النظر عن اتهامات مرتضى منصور ليوم هل من المفترض أن رئيس النادي هو اللي بيروح لهم بنفسه عشان يتعامل مع هذه القضية لو كانوا بيرتكبوا مخالفة قانونية ولا مفترض أنه هو الأمن اللي بيتعامل إلى حين أن هم يتواصلوا مع الشرطة إلى حين وصولوا الشرطة وإلى آخره يعني إيه المعتاد داخل النوادي في حالة زي دي الواضح أنه هو يعني الأمر بالنسبة له مش مجرد رئيس نادي يعني طبعا أنه هو يعني الفكرة كلها يعني أن أنت ماشي بتتصرف بالتصرفات دي يعني هل هو رئيس نادي هل هو يعني غفير في المكان طبعا أنه هو بيشوف الناس أو بيلاحظ التصرفات دي المفترض في المواقف اللي زي دي أنت رئيس نادي قاعد في مكانك معزز مكرم في مكتبك أو في موقع معين إنما هي الواقعة كلها وفقا لما ورد يعني في بعض الصحف في مصر يعني أنهما الناس دي قاعدين في وضع ما يعني طبعا قاعدوا في مكان بيقولوا أنه هو مخصص للصيد المهم يعني أنهما بعد كده هو ماشي أو بيشوفهم في مكان ما فجاء السيكوريتي أنه رجل الأمن أنه هو يحركهم المكان يعني يقال لهم عشان خاطر ما تحصلش مشكلة فتدخل يعني مرتضى منصور ما صبرش لما الأمن ياخد موقفه في التصرف هو اللي راح بنفسهم للستات يتكلم معهم وهم قاعدين مفقا للصحف يحطين رجل على رجل ويتكلم معهم بشكل غريب جدا نزلي رجلك طب مش عارف كلمين عدل طب مش عارف إيه يعني اسلوب فعلا يعني لا يليق برئيس نادي لا يليق بعضو مجل الشعب لا يليق بإنسان في مكانة مرتضى منصور أنه يتصرف بمثل هذا التصرف المفترض أن أنت تقعد مكانك معزز مكرم تخلي الأمور القانونية تاخد مجراها حتى لو الناس دي وحشة أنت ما تحتكش بهم بالشكل نحنا شفناه مهين لنادي الزمالك يعني ده قبل ما هو بيمثل نفسه مرتضى منصور هو بيمثل رجل دولة هو بيمثل رئيس نادي الزمالك أكبر يعني الثاني أكبر نادي في مصر طبعا فالمفترض أن كان الأمور تتاخذ بمنظور معين لكن كالعادة يعني هو محب للمتاعنادي ده برضو يا حليم في ناس بتقول ما ده اللي اخترته الجماعية العمومية يعني مرتضى منصور ده اختيار الجماعية العمومية وبيعبر عن إرادة نادي الزمالك عن عضاء نادي الزمالك حلو جميل جدا على فكرة يعني الواقع اللي حصلت دي وجهة نظر الشخصية أنها ربما تؤثر على موقف مرتضى منصور لأن أكتر الناس اللي انتخبوه في الجامعية العمومية بتاعة نادي الزمالك ستات فلما الستات تشوف ناس ستات زيهم بيتهانوا من رئيس النادي اللي هم المفروض كانوا بيحترموه وبيعطوا أصواتهم في الانتخابات بتاعة نادي الزمالك بالتالي ربما ده يكون مؤثر جدا على موقفه يعني التصرف احنا شفناه في الفيديو اللي تم نشره ألفظ سيئة جدا يعني لا تليق بمثل هذا الشخص يعني في منصبه يعني شخص في هذا المنصب لو جبنا سين من الناس بنشوفه في منصب رئيس نادي الحقيقة أن برضو يعني يعني عدود كامل الوعي وهو واقف قدام كاميرا بيوجه الكلام للي هيشوف في كاميرا بيستخدم ألفاظ حتى مش يعني بيستخدم ألفاظ في منادات السيدات بألفاظ نابية يعني حتى في اللحظة اللي المفروض أنه هو خلص الخناعة فيها ومعتش في هذه الحالة من الانفعال لازال مصر أنه هو يستخدم برضو ألفاظ مش لا تليق بأنه هو أي تعامل مع أي سيدة هو ده الطبيعي هو ده مرتدى منصور أصلا يعني لو ما تصرفش بالتصرف ده يعني هتحس أن فيه حاجة غريبة يعني في الموضوع يعني لو شفناه هادي وكيوت كده وبتصرف بشكل كويس انت هتستغربيه هو ده نفسه ساعات بيقول الكلام ده على نفسه يعني هو يعني هو الطبيعي أنه هو بيكون في هذه الحالة الغير طبيعي أنه هو بيكون هادي وجميل وكيوت بتكلم بشكل يعني متزم فيعني يعني يعني بنشوف ده ده بقى شيء معتاد منه أنا بس الشيء اللي الناس كلها اندهشت لي والانتشر جدا على وصل التواصل الاجتماعي الفيديو اللي هو اللي هو اللي بعد لحظاتك بتتكلم عنه بس اللي هو الفقرة الأخيرة اللي يتكلم فيها أنه أنا محدش يقدر يعمل فيها أنا مش عارف إيه ويه ويهدد بيها بعض الناس يعني واضح من كلامه أنه أنت شخص بتهدد أجهزة سيادية في الدولة طيب الأجهزة السيادية في الدولة دي سيباك تعمل ليه كده يعني لحد إمتى أنت هتفضل تماديت في حق مواطنين عاديين تماديت في حق مسؤولين تماديت في حق مؤسسات تماديت في حق سيدات حاليا بتتمادى في حق الدولة وأجهزة سيادية إمتى لغاية إمتى مرتضى منصور هيستمر في هذه المهاترات وفي هذه المشاهدات هل دي كانت أول مرة لمرتضى منصور أنه هو يوجه مستهدد تهديد الأجهزة السيادية؟ دي مش أول مرة بس دي مش أول مرة بس أنا شايف أن دي أكثرها في الفترة الأخيرة دي أكثر مرة يعني أكثر مرة زود فيها يعني العيار زي ما احنا بنقول زود فيها الكلام أنه كان الكلام مباشر يعني جاي مباشرة بدون أي لف ودوران والجملة الأكثر اندهاشا أن أنا عندي فيديو حتى لو مدت حتى لو أتلتوني هفضح فلان وهفضح الناس وهعمل طب هل دا كلام ناس يعني حد يعقله يعني إيه إلا عندك أنت حاليا سبني من المواطنين والمسؤولين والمؤسسات وكل الناس دي أنت بتهدد الدولة مباشرة أنت عايز إيدي الوقتي بس نفسي هو اللي يجاوب على السؤال ده وفي نفس الوقت الدولة يكون لها رد فعل واضح وصريح لأن الظاهرة دي لازم يكون لها حد الظاهرة دي لازم يكون لها نهاية يعني أنا أعجبني بس رد فعل معين من بعد وسائل التواصل من بعد الناس في وسائل التواصل الاجتماعي أن هما بيقولهم يعني ربما تكون الدولة محتاجة رجوز بشكل معين أنه هو يلهي الناس أو يشغلها عن حاجات معينة طيب ناس تانية برضو معينة في السؤال الميديا بتقول أن لو الدولة عايزة أرجوز يلهي الناس في ناس كتيرة تقدر تعمل الدور دوة بدون ما يخطأ في حق المواطنين بدون ما يخطأ في حق الشعب بدون ما يخطأ في حق الدولة على الأقل يخلي الشكل العام للدولة يعني مناسب لأنه هو يعني لو بيسيق هو بيسيق لندل زمالك بيسيق لمصر بيسيق لمنظمات أو بيسيق المجلس الشعب من ضمن الجمل الحياة اللي لفتت نظري جدا اللي قالها المستشار المرتضى مصور ومرة أخرى هو أعلم بالقانون مني وأعلم بالقضاء مني ومنك لكن هو قالها تلفقوا لي قضية وكأن حتى لو لفقتوا لي قضية فأنا مدي لابني سيدي وإلى آخره يعني مش ده يعتبر إهانة للقضاء إهانة لمؤسسة القضاء إن فيه شخص بيشوف إن القضاء المصرية والنيابة المصرية تستطيع إنها يتلفق لواحد قضية لدرجة إنه هو بيحمي نفسه بوجود سيديهات موجودة مع ابنه هل بتتوقع إنه يتم فعلاً اتخاذ في الحالة دي بقى اللي بنشوف فيها المؤسسة القضائية هل بتتوقع إنه هو يتم اتخاذ قرار برفع الحصانة زي رغم إن مجلس النواب رفض رفع الحصانة أكتر من 15 مرة قبل كده هل ممكن المراتي نشوف رفع الحصانة؟ نتمنى يعني أكتر من رفع الحصانة يعني لإن اللي بيحصل زي مولت لحضرتك اللي بيحصل شيء يعني لا يصدقه عقلي على رأي الفنانة العظيمة شويكار يعني الشيء اللي بيحصل دوت أو التصرفات دي لا تضيق بأي مكان يعني فنتمنى يعني بعيداً عن التوقعات أنا ممكن نتوقع ونقول أشياء ولا تحدث لكن دي أمنيات مش للصفوات أو للأستاذ سلمة أو لأي حد أعتقد الشعب كله أو أغلب الناس بتتمنى أن الظاهرة دي تنتهي أن يكون في حد للتصرفات دي وفعلاً لو المسؤولين في الدولة سمعوا الفيديو وشافوه وشافوا طريقة الكلام اللي بيتكلم بها يعني لازم يكون في رضع لازم يكون في رضع نشيل حصانة نتحاسب أي شيء المهم يكون في رضع يعني لأن دايماً الشخص المسؤول بيكون قدوة فإنت زي المفترض يعني هم نقول المفترض أنه شخص قدوة تتصرف بهذه التصرفات يعني يعني شيء فعلاً لازم يكون فيه وقفة عن ديان بل أشكرك شكراً لي كنت معنا من الدوحة صفوة حليم الناقد الرياضي شرفتنا الأعلام المصري كله تقريباً تحت شركة واحدة هذا المشهد اللي بقينا بنشوفه النهاردة بعد ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة أعلام المصريين أنها تمت الاستحواذ على مجموعة قنوات دي أم سي وإعلان تامر مرسي رئيس للشركة أعلام المصريين المملوكة بدورها في النهاية لصندوق سيادي يتبع المخابرات العامة زي ما ذكرنا قبل كده وتكلمنا مراراً وذكر تقرير نشر موقع مدى مصر استحوذت خلال السنوات الأخيرة على أغلب الإعلام المصري وده يشمل قنوات أون تي في من مالكها القديم ناجيب سويرس وقنوات الحياة من مالكها القديم السيدة البدوي رئيس حزب الوفد وجريدة اليوم السابع ووصلنا النهاردة لقنوات دي أم سي وده بيفتح أسئلة كتيرة جدا جدا الحقيقة عن مستابر الإعلام في مصر وينضم إلينا من أسطنبول أبو المعاطي السندوبي الكاتب الصحفي أهلا بك معي أستاذ أبو المعاطي وزي ما أنا بقول ده بيفتح أسئلة كتيرة جدا عن المشهد الإعلامي في مصر زي شايف المشهد الإعلامي في مصر دلوقتي في حين أن في شركة واحدة وحيدة مستحوذة على العديد من المنصات الإعلامية والله هو ممكن أستاذ سالمة تسمى شركة السيسي في الآلام يعني لأنه في الآخر وفي الأول كل هذه الشركات مجرد وجهات لا نعرف عن حقيقة وجودها المادي ولا نعرف من هو صاحب رأس ملأة ومن هو الذي يديرها بالفعل وما هي ميزانيتها لأنه بكل بساطة دي يعني ممكن تنطبق عليها دي سرقة لمال الشعب لأنها إذا كانت كما يقال بتتبع المخابرات فالمخابرات المصرية المفروض أحد أجهزة الدولة وأن كل المليارات اللي موجودة في خزانتها وبتصرفها على الإعلام باسم السيسي مفروض ملك للشعب لكن هو الأخطر من ده بكتير أن دي تعتبر خطوة مهمة في استراتيجية هذا الحاكم الدكتاتور في تطبيق ما وعد نفسه به من أن الإعلام المصري سنة 2016 في حوار شهير مع أسامة كمال أن المشكلة الرئيسية بالنسبة له في الإعلام المصري مش الحرية ومش حرية الإعلام ومش التعبير عن رأي بل هو غياب قيادة موحدة للإعلام المصري فهو بسيطرته النهاردة على الشبكة الجديدة بيأكد على اتجاهه في تنفيذ استراتيجيته بأن تكون هناك قيادة موحدة للإعلام المصري يقود هو برجاله المرتزقة لمحاولة السيطرة على عقول الناس ووجدانهم وتوجيه الرأي العام إلى المناحي اللي هو شايف أنه دي تؤيد استمراره وبقاءه في الحكم إلى أجل غير مسمى لأنه هو في جوهره ظاهرة إعلامية السيسي له وجود له في تاريخ مصر كمثل باقية الرؤساء السابقين مبارك كان معروف بأنه صاحب الضربة الجوية السادات كان معروف بأنه هو أحد أعضاء مجلسكات الثورة والذي صاحب قرار العبور عبد الناصر كان لي أيضا أسماء كثيرة جدا هذا الرجل ليس له أي تاريخ فبيحاول يصنع تاريخه الشخصي المجيد من خلال الأكاذيب والتضليل من خلال امتلاكه لكل وسائل أستاذ بالمعاطي خليني أسألك يعني إيه تفسير محاولة الدقوبة في امتلاك القنوات والمنصات الإعلامية هل القوانين ما كانتش كافية هل المجلس الأعلى للإعلام بش كافي يعني كل القوانين اللي احنا شفناها وكل الصحفيين اللي موجودين في السجون والإعلامين اللي قاعدوا في بيتهم والصوت الواحد اللي في الفعل أي حد فينا دروازي بيفتح أي قناة في مصر هو فيه صوت واحد لو بصينا على التعديلات الدستورية ومفيش أي صوت آخر موجود على القنوات المصرية بيقول لا للتعديلات مش موجود مختفي تماما مفيش لو فتحت التنفيزيون مش فيش حد بيقول لا للتعديلات فإيه الهدف بقى ليه الملكية الملكية هنا هي الأساس الأساس بيدير لأنه لو ما كانش المالك مش هيعرف هيعتمد على نزع الفيشة اللي هم رجال المخابرات بتاعه بقاعدين قدام كل برنامج لو المزيع أو مقدم البرنامج غلطي ومشيله الفيشة بينما الملكية هنا بتديه السلطة في أن يحدد السياسات قبل التنفيذ بمعنى أنه هو بالتالي بيحط خطوط عريضة محددة لكل قناة اليفيزيونية هي هتسير في أي اتجاه وهتطبق أي سياسة وهتضل للناشة زي وهتتحك عليهم زي وهتتسوق إنجازاته الضخمة زي والقناة أخرى أنت هتبدأ تعمل كذا في الرياضة وتشدي اهتمام الناس للرياضة بحيث أن الرياضة تأكل عقول الناس القناة التالتة تقوم متخصصة في الدراما زي اللي هو جايبه ده جديد الأستاذ تامر مرسي اللي بقى أصبح شاصية عامة في مصر من غير ما نعرف التاريخ وغير أنه هو منتج مسلسلات رمضانية ودلوقتي بقى أحد المليارات الجدد لأنه بقى هو البديل لأسامة الشيخ بعدما أسامة الشيخ مشى وسبلوه من الدنيا زي ما هي لأنه عرفت له في الآخر أنه مش مطلوب تطبيق سياسة إعلامية مهنية أكتر ما هي توجيه توجيهات وأوامر يجب أن تنفذ من خلال رئاسة الجمهورية ومن خلال مجموعة من المرتزقة هو السؤال المهم في أصلاً أسلوبين بيستخدمهم السيسي أسلوب الأول مع الصحافة دي ما عندوش مشكلة في الملكية زي ما سيادتك بتقولي لأن معظم الصحف صحف حكومية والصحف الخاصة والصحف المستقلة اللي بيملكها رجال الأعمال قدر من خلال ابتزازهم عن طريق أعمالهم اللي هم بيمرسلوها في البزنس هتقعد ساكت ودير الجورنان زي المصر اليوم أو زي غير الشروق ولا آخره زي ما نعاوز ولا أعكنينك في مجال أعمالك في البزنس فكله استجاب وبقى كله ماشي بنفس الطريقة فهنا كانت المعركة بتاع الملكية معركة خفيفة مش أبينها وحطة للرأي العام بينما في الإعلام المرئي المعركة كبيرة لأن الإعلام المرئي في مصر بدأ مع القطاع الخاص وبدأ يشد الجمهور الأوسع من الإزاعة والتلفزيون المصري زي قناة أونو تيفي وزي البي سي بي وزي القنوات الجديدة اللي طلعت بعدها هنا بدأ يخش لازم يخش مشتري وبالتالي فهو بقى عنده إمكانية دلوقتي إذا كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممكن يبقى دال قمع الصحفيين وقمع الإعلاميين اللي بيخرجوا عن توجيهاته وعن رغبته في توجيه الإعلام لخدمة مصالحه في التضليل وأيضا ادحك على أقول الناس ففي الإزاعة في التلفزيون استخدم أسلوب الملكية عشان يسيطر وهنا اللعبة في كل بساطة أن السيطرة دي كلها بتكتمل في رؤية واحدة وهو إذا كانت مفيش إنجازات في الواقع فعلينا نوهم الناس بأن فيه إنجازات عملها السيسي هذه الإنجازات اللي عملها السيسي هي فين في أرض الواقع؟ ما لهاش وجود علينا أن نتخيل أن الناس مش قادرة تشوف ده إزاي قناة السويس ما حققتش التفريع اللي عملها إنجازات إزاي سياسات البعض بيولد أن مصر دلوقتي بالفعل يعني بالفعل في الظرف استثنائي يعني مصر بالفعل بتحارب الإرهاب ده مش وقت حرية التعبير ومش وقت إن إحنا نظهر المعارضة في القناة التلفزيونية مش وقت إن إحنا كلنا نقف في طريق واحد فقط محاربة الإرهاب ومحاولة التنمية وإلى آخره فمن الطبيعي إن ده يحصل على قريطة الإعلام إيه رأيك؟ لا طبعا ده كلام في النهاية اللي مصدقية له سواء في التاريخ أو في الواقع اللي احنا عايشينه لأن الإرهاب الأكبر في مصر حاليا هو الدكتاتور وليس هم الإرهابيين من يقتل الناس خارج القانون هو من يسجل الناس بدون تهم هو من يصدر أحكام على أساس سياسي هو فبالتالي هو لا يحترم القانون فهو الإرهابي في نظر غالبية الشعب أستاذ أبو المعاطية وليس الإرهابيين بالمعنى التقليدي البعض برضو بيقول لأنه لو أنا تربط لك سيادتك مثال في أوروبا لم تنجح أي دولة أوروبية في مواجهة تحقى منظمات إرهابية زي أسبانيا وزي ألمانيا وزي إيطاليا من غير ديمقراطية لأن الديمقراطية هي اللي بتوحد الشعب وبتخليه يحس أنه كله منهمك في معركة أنه فيه خطر من الإرهاب يمس حياته اليومية أنه يكون حر فإذا كنت أنت مش عاوز الناس تبقى حرة وتيجي في الآخر تقول الإرهابيين مش عاوزينكوا يبقوا أحرار طب إذا كنت أنت أصلا اللي حطت القيد في عيد الناس ومن هنا الدعوة إلى أن الإرهاب هو العدو المصر مش حقيقية لأنه هو أصلا مقيد الناس حتى من الحركة ضد الإرهاب هي كل الأحزاب المصرية الشرعية اللي موجودة حاليا اللي ممنوع من ممارسة أي عمل سياسي هل هي مع الإرهاب؟ هي ضد الإرهاب ولكن هو لو ادلع حرية العمل السياسي أيضا هتتكلم عن غلاء الأسعار هتتكلم عن المعتقلين هتتكلم عن قتل خارج القانون هتتكلم عن الإخفاء القصري وبالتالي هتتكلم أيضا ضد الإرهاب لا سكتها خالص وبالتالي هو مش عاوز أي حد يحارب معركة الإرهاب ده إذا كان أصلا عندنا شكوك في إن من الإرهاب شكرا لي أستاذ المعاطي أستدوبي الكاتب الصحفي كنت معنا من إسطنبول شرفتنا أستاذ المعاطي هنخرج معكم لفاصل ونعود باستكمال فقراتنا اتقوا معنا أهلا بكم من جديد رغم أن ليبيا من 2011 ما بعيدش عنها شبح الحرب بشكل كامل في أيوات إلا أنها حاليا بتشهد أحد أخطر مراحلها بعد تقدم القوات الموالية لخليفة حفتر إلى ترابلوس مقر الحكومة المعترب بيها دوليا رغم أن مصر موقفا معتاد هو دعم حفتر لكن بيان الخارجية المصرية جي محايد جدا ويدعو للاستجابة للوساطات الدولية بيظهر علنا لأول مرة قادر من الاختلاف بين الإمارات ومصر بشأن الملف الليبي وده بيتصق مع استقبال الرئيس السيسي العام الماضي نفايس السراج رئيس حكومة ترابلوس خلينا نشوف التقرير ونبدأ النقاش مع زحف قوات حفتر إلى ترابلوس تبدو ليبيا على شفير مواجهات واقتتال أهلي جديد هو الأعنف منذ سنوات واتجهت الأنظار فجر اليوم إلى بلدتي الزاوية وغريان غربي ترابلوس حيث درت المعارك بين القوات الموالية لحكومة السراج المعترف بها دوليا وبين قوات حفتر وبالرغم من تأييد القاهرة لإصف اللواء خليفة حفتر منذ بدء عملياته شرق ليبيا عام 2014 إلا أن بيان الخارجية المصرية أمس جاء محايدا نشدت فيه لحكومة جميع الأطراف وقف التصعيد والتمسك بالحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة والتي توجه أمينها العام إلى بنغازي لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بيان الخارجية المصرية جاء متصقا مع مصادر صحفية أفادت بخلاف إماراتي مصري حول تحجيم القوات العسكرية لحفتر حيث ترى القاهرة أن أي تحركات عسكرية يجب أن لا تهدف لأكثر من الضغط السياسي قبيل مفاوضات المؤتمر الوطني بين الحكومتين كما ترى مصر أن قوات حفتر لن يكون بمقدورها حسم الصراع عسكريا على الأرض في طارابلوس ومصرعة وهو ما يتبعه مزيد من الفوضى في الإجارة الغربية بينما بالمقابل تدفع دوائر القرار الإماراتية إلى سرعة الحسم العسكري ومع تواصل المعارك حتى اللحظة ما زال من غير الواضح ما هي الرؤية التي سيرجحها حفتر في ظل تواصل الإدانة الدولية للتصعيد العسكري الذي سينسف جهود المصالحة بغير رجعة وهو السيناريو الذي يحمل في طياطه مخاطر عدة بالنسبة لمصر أولها سحب الغطاء الدولي عن حليف عسكري مهم قد سمح للقاهرة بالتدخل العسكري في ليبيا لإضار بتنظيمات قال إنها تستفيد من العمق الليبي لشني هجمات داخل مصر كما أن اشتعال الأوضاع في ليبيا يضعف من سيطرة قوات حفتر على الحدود الصحراوية المشتركة التي تمتد إلى نحو ألف كيلومتر يجري من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر وهو الكابوس الأمني الأكبر بالنسبة للقاهرة خاصة بعدما تم القبض على هشام العشماوي المطلوب الأهم على القائمة الأمنية المصرية داخل ليبيا كما شهدت الجبهة الغربية عمليات إرهابية أودت بحياة عشرات الضحايا المصريين خلال السنوات الماضية ينضم إلينا من باريس مونير حامد الكاتب الصحفي وينضم إلينا من ترابلوس علي شعيب الكاتب الصحفي أهلا بكم معايا وأبدأ مع حضرتك سيد مونير يعني في البداية ممكن تكلمنا وتوضح لنا إيه أهمية الملف الليبي لمصر وإيه المحددات التعامل الرسمي معها يا فندم يعني هو بالنسبة لليبيا الملف الليبي مساء الخير أولا بالنسبة للملف الليبي ملف مهم جدا لو اعتبرنا أنها دولة عربية مجاورة إلى مصر وحددها كبيرة جدا في الغرب المصر ولكن عندما تدخل عبدالفتاح السيسي في السياسة في مصر جعل من خليفة حفتر فوق الجميع في الدولة الليبية فوق كل الدبلوماسية حتى الدبلوماسية الدولية في الأون المتحدة والاعتراف الرسمي بحكومة الصراج ولكن بما يفعله نظام الإمارات محمد بن زايد والسيسي في ليبيا جعل الأمر أكثر شراسة على الشعب الليبي بالفعل بالفعل اليوم أو أمس زارة أو في زيارة لمدة يومين أنطنيو بوتيرش الأميني العام للأول المتحدة في حل أو توجه السلمي أو حل سلمي داخل ليبيا وكف السلاح والأزى عن الشعب الليبي ولكن هل يسمع خليفة حفتر للأمم المتحدة؟ هل هناك وسائل ضغط للأمم المتحدة على خليفة حفتر لوقف الهارتلة العسكرية في ليبيا؟ أظن أن ما صرح به وزارة خارجية المصرية يحترم بهذا الشكل لو كان هذا التوجه هو الموجود بالنسبة لمصر أما إذا كان غير ذلك في الخفاء أظن أنه لا يحترم بشكل مرئي ومسموع أن وصول خليفة حفتر إلى هذا المستوى المتدني من الأخلاق ومن الدماء التي فجرها داخل ليبيا أظن أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن الرجوع فيها إما تدخل المتحدة وتحجيم خليفة حفتر إما أن هناك ضغط المصري والضغط الإماراتي إذا كان هناك ضغط أصلا أو يستطيعون عودة مرة أخرى سيد علي يعني على ذكر بيان الخارجية المصرية بيان الخارجية المصرية عن تطورات ليبيا ناشط كل الأطراف وقف التصعيد وأكد أن موقف مصر قائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحلول السياسية كحل وحيد في ليبيا يعني كيف استقبلت الأطراف المختلفة في ليبيا بيان الخارجية المصرية والله بالتأكيد هو أولا مساء الخير لكم لضيفك الكريم من باريس وتحية لجميع مشاهدي قناة العربي أولا ثانيا بالتأكيد الجميع في ليبيا ينظرون إلى هذا البيان المصري بأنه بداء حسنينية من جانب النظام المصري تجاه ليبيا ويبدو أن دوافع النظام المصري إلى هذا البيان هو أنه خلال السنوات الجمر التي عاشتها ليبيا منذ 2011 وحتى الآن تأدى الشعب المصري أو النظام المصري من فقط عدد من ما لا يقل عن 2 مليون مصري من مواطن شغلهم في ليبيا قد يكون البيان للحكومة المصرية الأخير حول الأحداث وحول تحركات حفتر تجاه العاصمة طرابلس أخذ بهذا الناحية وهو ينظر إليه بارتياح من قبل العديد من المواطنين الليبيين لكن طبعا مع الأسف الشديد حتى تحرك حفتر تجاه العاصمة طرابلس إن لم يكن بتنسيق مع الإمارات فهو يخدم أهداف محمد بن زايد للتأجيج الوضع في ليبيا ولعدم الوصول إلى حل سياسي في هذه البلد وأيضا خصوصا وأن التحرك هذا تم في نفس اليوم الذي وصل فيه الأمير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا للتمهيد لعقد المؤتمر الجامع الذي سيعقد في مدينة غدامس خلال السادس عشر من هذا الشهر الجاري طيب على ذكر الأستاذ علي شعيب للعمالة المصرية في ليبيا يعني خليني أسألك سيد مونير إلى أي مدى ممكن تؤثر فعلا الأحداث الأخيرة على العمالة المصرية الموجودة بليبيا يعني أظن من عام 1990 وتدخل مصر في الحرب على العراق تأثرت مصر بشكل عنيف جدا بتدخلها في الحرب أو القوات الدولية التي كانت تحارب العراق واحتلت العراق فيما بعد وأقصد هنا الولايات المتحدة فرجع تقريبا خمسة مليون مواطن مصري وكان خلينوا الوفاد من وظائف وغير ذلك وكانوا يحاولون أموال طائلة جدا خاصة بالعملة الدولار الذي يدعم الاقتصاد المصري أو يدعم العملة المصرية والجزء الآخر ليس ربما هذا الموضوع ولكن الثورة في ليبيا بدأت باختلاط كثير من الأمور حفطر سيطر على الطائرات الليبية العسكرية ومجموعة داعمة للقزافي سابقا سيطرت على جزء كبير جدا من الأسلحة في ليبيا فأصبح الأمر كارثيا حتى على المصريين الذين يعملون في ليبيا فيما بعد الثورة الليبية إذن مات الكثير ذبح الكثيرون في ليبيا لوجود التدخل المصري في السياسة الليبية أنا كنت أتمنى أن مصر تحترم أو السياسة المصريين أو الذين يحترموا على الأقل سياسة ليبيا الداخلية ويدعموها بشكل إيجابي أستاذ كونير لكن قتل الأقباط المصريين اللي كلنا شفناه في الفيديو وذبحوهم في فيديو كلنا شفناه كان قبل أي تدخل عسكري في ليبيا يعني تم ذبح المصريين الأقباط هناك قبل أن تتحرك بصر ليس قبل التحرك ولكن كانت هناك تجهيزات لذلك وكان المقصود بذلك أو ذبح الأقباط ليس يعني لا أعرف ما هي الدوعة السياسية اللي ذبح يعني وناس عزل سواء أقباط أو مسلمون يعني يعني نحن لا نفرق بين قبطي ومسلم أو سني في مصر ولكن أنا الدوعة التي أتكلم عنها هي التي فرغت ليبيا من المصريين وانتكس وزاد الفقر في مصر إلى حد لا يمكن السكوت عليه أو لا يمكن يعني مهما وصل عبد الفتاح السيسية أن يفعل ما يفعل وبالعكس هو يضيق على المصر بس يا أستاذ منير يعني كان بالنهاية ما كانش فيه أي تجاه سياسي هو تم ذبح الأقباط المصريين عن طريق تنظيم داعش زي ما تنظيم داعش ذبح عبل كده أجاز في سوريا وفي العراق الأقباط هناك يعني حتى لو ده صحيح حصل من تنظيم داعش ولكن تنظيم داعش لا يعرف أظن أنه لا يفرق بين سني وقبطي أو سني ومسيحي يعني أظن تنظيم داعش لو أبطل الدبح في سوريا ما كانش يعني هاجر الكثير جدا من السوريين بلادهم يعني هناك الكثير جدا لابد أن يعني نحترم يعني دماغ المشاهد الكريم في هذا الموضوع تنظيم داعش لا يعرف لا هو مسلم ولا يعرف ما هو الإسلام تنظيم خرجت به مجموعة كبيرة جدا من المخابرات الأمريكية والغربية لوضع نظام جديد على الأرض وليس لخدمة الأنظمة الأوروبية في الدول العربية وليس أكثر طيب عبد أمر أخرى لماذا لم يغرب تنظيم داعش طالما أنه في سوريا على الحدود يعني حضرتك ذكرت بيانة خارجية المصرية هل ترى أن في بيانة خارجية المصرية هناك تباين بالفعل في موقفها عن الموقف الإماراتي والله ظاهريا ظاهريا يبدو أنه هناك تباين في الموقف الإماراتي ولكن أنا أعتقد أنه ما يدور تحت الطاولة بين النظام المصري والإمارات يعني أنا يدعوني إلى عدم التفاؤل بهذا البيان لأنه قد يكون يعني تعقد العلاقات المصرية الإماراتية يعني أنا أقول كده وأنت وأنت تصرف كده فهذه المسألة يعني تبدو غير لكن التقارير التقارير المصربة سيد علي كان أن هناك وجهة نظر واضحة عند السيادة المصرية وجهة نظر بتقول لا للعمليات العسكرية لأنه لا يمكن أن يتم حسمها على الأرض وهيكون فيها خطر على ليبيا وخطر على وجود المزيد من التنظيمات الإرهابية بما يمثل خطر بالتأكيد على حدود مصر الغربية يعني بعد بعد ما تم تقوية حفطر وتدعيمه بالدعم اللوجستي والأسلحة وبكل ما يجب أن يلقاه من الدعم الآن تغير الموقف المصري لا أدري إن كان هذا التغير بسبب ضغوطات من ندارة الأمريكية أم أنه تكتيك سياسي وليس إلا سيد علي الموقف المصري كان يدعم حفطر على مدار سنوات سياسيا وعسكريا زي ما حضرت لأنه موجود في الشرق وهو المصريين محتاجين أنهم في ملف مكافحة الإرهاب أنهم يحموا حدودهم الغربية فكان الدعم كله متجه إلى ذلك هل تعتقد أن حكومة السراج كانت تقدر تقوم بنفس الأداء في الملف والله حكومة السراج أو غيرها من الحكومات دائما الحكومة الليبية لم تكن في يوم من أيام مهددة للنظام المصري على الإطلاق حتى في أيام المملكة كانت هناك علاقات وطيدة بين الرئيس جمال عبد الناصر والملك الدريس وبين شخصيا بين ناظر الخاصة الملكية البصري الشرحي وبين الرئيس جمال عبد الناصر وبالتالي لم تكن هناك أي تهديد للنظام المصري من الجانب الليبي حتى ما كان يروج له بعض الذين يصبون في الزيت على النار لتأجيج العلاقات بين أو تسميم العلاقات الليبية المصرية ليس صحيحا بحيث أن مثلا عندما كانوا يقولون أن الطائرات التي انطلقت لضرب مصر في عدوان خمسة يونيو سبعة الف وتسعمائة سبعة ستين انطلقت من قاعدة من قاعدة هوليس في الغرب الليبي اتضح أن هذه فرية ليست صحيحة وبالتالي أؤكد مجددا أن أي نظام أو أي حكومة في ليبيا سواء في أيام المملكة سواء في أيام العخيد القدافي سواء في هذا الوقت لم تكن لها أي تهديد للنظام المصري عند تقبل بالعكس كان هناك تنسيق على أعدى المستويات طيب أعود مرة أخرى سيد منير الضيف الليبي أستاذ علي شعيب يقول أن في تغير حصل في اللهغة المصرية وبعد دعمها الكامل لوجستيا وسياسيا للواء حفتر الآن نجد بيانة خارجية متغير وحيادي إلى حد كبير في رأيك أي سبب التغير يا فندي يعني أظن ربما الضغط الدولي على عبد الفتاح السيسي ربما افتضاح الشأن أو ربما ضغط آخر فرنسي على عبد الفتاح السيسي يعني ربما هذه كلها توجسات ربما أيضا يعني لو نظرنا الأمر بشكل إيجابي فنراه ربما يعني التوجه نحو ليبيا بشكل استقراري وليس أكثر من ذلك لأنها تحمل حدود الغربية إلى مصر ولكن لو اعتبرناها سلبية ودعم حفتر ما زال مستمرا لأن الخارجية في ظنها أنها تريد السيطرة العسكرية وليس الضغط أو الحرب في طرابلس ولكن رأي محمد بن زيد كان مختلف تماما هو يريد السيطرة الكاملة على ليبيا بحفتر يدعمه ماليا لوجستيا يعني كما قال الضيف ولكن إذا اعتبرناها إيجابيا إذن مصر في قطر من الجهة الغربية كل من أتى من داعش جاء من الجهة الغربية التي يحميها حفتر بالنسبة لهم ولكن هل تغير الموقف هذا إذا كان صحيحا ننتظر الأيام القادمة ربما يعني نجد انفتاحا كبيرا في أنا يعني أردت الانفتاح بالنسبة إلى الشعب الليبي ولا نريد دماء ولا الشعب الليبي ولا أي شعب في العالم العربي ولا في أي مكان بالتأكيد بنا شكرا لك من باريس كنت معنا مونير حامد الكاتب الصحفي وشكرا كنت معنا من ترابلوس علي شعيب الكاتب الصحفي وإحنا كمان خالص أمنيتنا للشعب الليبي أخوانا وأشقائنا نتمنى لهم السلامة ونتمنى لهم وحدة أراضيهم ونتمنى لكل الشعوب العربية أنها في طريقها وفي سعيها الدقوب من أجل الحرية ومن أجل العدالة ومن أجل أنها تحصل على كامل حقوها زي بقية الشعوب حوالينا في كل الأرض أنها تحصل عليها عن طريق سلمي وعن طريق ولنا في التجربة التونسية بالتأكيد كلنا قدوة مرة أخرى كل أمنياتنا رأي كل أهلنا في ليبيا بالسلامة وبالخير يا رب أصباح على خير لدكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله